نعم ما هو السيناريو المتوقع إذن؟ المواجهة العسكرية في تقديري هو السيناريو الأول والراجح ما لم تحسم المسأل العسكري المسأل الذي ما يعني مش على الصعيد السياسي المسأل الذي على القوات المصلحة صعبة جدا أنه تكون في قوة متمردة عليها وتقبل بها فالسيناريو الراجع عنده أن الجيز سيذهب في العملية العسكرية إلى منتهى ليس له من سبيل غير هذا السبيل في تقديري إذن إحنا أيام طويلة في هذا القتال والله نشوف مثل هذه الحروب حروب المدن بطبيعة حروب طويلة لكنها محسومة الآن في تقديري من ناحية الاستراتيجية فشل السيناريو الأول سيناريو السيطرة على الدولة على الحكومة فشل تماما إذن الرائع التي من أجلها انطلق التمرد انكسر ظهر التمرد في هذه الخطوة ما تبقه كيف تخرج هذه القوات من الأحياء ومن المشافي ومن المدارس ومن البيوت وهكذا هذا بالحصار بضرب المتحركات العسكرية الآن يتحقق بالنسبة كبيرة مواسبة الآن الجيش يلجأ إلى عمليات نوعية تستهدف هذه القوات في أماكن تواجدة إذن بتطوير التكتيك العسكري ربما نحتاج إلى شهر شهرين ثلاثة أكون متفاعل بحيث أنه نستطيع أن يحسن هذه المسألة بشكل كلي أما المفتفاعلات خارج الخرطوم وخارج المناطق الرئيسية في دارفور أنا أعتقد هذه هي المشكلة في تقديري لأنه بحكم الخبرة العملياتية والخبرة المدانية والظهير الممكن يكون لبعض هذه المكونات من ناحية قبلية هناك ستكون التعقيدات تحدثت قبل قليل أنه لن يستطيع الجيش أن يخفي قوات الدعم السريع وأن تتبخر من البلاد وتنتهي حتى بعد شهرين أو ثلاثة كما ذكرت من القتال سنعود مرة أخرى للمفاوضات أو لدمج هذه القوات لماذا لم يكن من البداية قبل كل هذا النزيل أنا قلت أنه هناك رائع عام يرفض وجود هذه القوات ودمجها في المقابل هناك رائع عسكري يعتقد أنه أن تذهب بكل هذه القوات إلى الفضاء العام بدون أن تجعلهم موجودين في مؤسسات منضبطة هذا فيه خطورة أمنية لكن أي الخيارين هو الأغلب حتى الآن هذا ليس موضوع نقاش لكن الغرار الآن تتبيع بعض هذه القوات قبل من اللحظات الأولى فيه مكوين داخل هذه القوات ما يسمى بحرس الحدود تم تتبيعه للجيش تم خلاص هذا حسمه هذا مكوين مهم جدا داخل قوة تمرد المسألة الثانية هذه متروكة للوقاع ومتروكة للتقديرات العسكرية هل ستقبل بهذه القوات لكن أنا قلت بعد السيرة السيئة التي رأيناها في الخرطوم يبدو صعب جدا مثل هذا الخيار أما معالجته كيف والله هذا متروك للزمن لكن في النهاية حسم التمرد سح على الأقل أنا أعتقد الآن هو بدأ يتقهقر هو خطره تأثيره كان في الخرطوم الآن هو بدأ في مسسل التراجع والهروب نحو دارفور عندما يذهب إلى دارفور سيكون في منطقة طرفية وبعيدة من المركز سيتم التعامل معه كما تعمل التعامل مع الحركات المتمردة في السابق سوف يضيق عليه ويحاصر ويخصر بالطير أيضا سنتقل المعركة إلى هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر